أبو سيف من الشارق طبعا يسأل عن حديث نزول للرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة طيب يقول بأنه كيف الآن الكرة الأرضية يختلف فيها الوقت و مسألة يعني قول الله هل من المستغفر كيف يكون هنا و كيف يكون هنا أبو سيف بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله علما و فقها أخوي الفاضل أولا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه و سلم يزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر الله و ذلك كل ليل هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام الأمر الثاني ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا يا أبا سيف بارك الله فيك لا يجوز لنا أن نتخيلها بعقولنا أو أن نكيفها بأذهاننا بل يجب علينا أن نقطع الطمع في الوصول إلى كنه صفات الله عز وجل لماذا لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا هل تعلم له سمية قال جل وعلا قل أأنتم أعلموا أم الله قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا نظيرة ولا مثيلة ولا شبيهة له سبحانه و تعالى ذلك يجب يا أبا سيف أن تستقر هذه العقيدة وتتربع العرش قلبك أن الله عز وجل لا يجوز لنا أن نتخيل صفات الرب ولا كيف ينزل لكن نؤمن بهذا و نقر به و نقول ينزل نزول يليق بجلاله و عظمته أمر آخر و ما تمنيت منك يا أبا سيف و أنت ما شاء الله رجل صالح أنت الآن كأنك حصرت هذا الكون كله بهذه الكرة الأرضية اللي فيها فصول أربع و فيها ليل و نهار لا يا أخي الفاضل ما يصرح الكرة الأرضية بالنسبة للمدارة اللي تدور فيه نقطة نقطة في بحر متلاطم من الكواكب و من آيات الله عز وجل و لذلك نحن ما يجوز لنا أن نقول و الله عند الله ليل أو نهار أو عند الله الفصول الأربع التي عندنا ما يجوز و أيضا لا يجوز لنا أن نتخيل بأنه الذي يجري علينا يجري على الله تعالى الله و لذلك الآن أنت تقول و الله يعني إذا نزل مثلا هنا إذا هنا ناس يقومون الليل مثلا يسألون الله طيب اللي هناك ما يجوز أن نتخيل هذا الكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي و هذا من باب الفائدة لكل مسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش قال جل و على و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه المسافة هذه مسيرة خمسمائة عام خمسمائة عام يا أبا سيف هذا ملك من ملائكة حملة العرش إذا المنطقة هذه يعني مسافة خمسمائة عام كيف بهذا الملك العملاق هذا الملك كيف هذا حجمه و الله عز وجل وسع كرسيه السماوات و الأرض الكرسي هو موضع قدمي الجبار سبحانه ليس العرش العرش هو سقف المخلوقات الكرسي موضع قدمي الجبار السماوات هذه و الأرض بالنسبة للكرسي كدرهم و القافي فلات الآن لو رميت درهم في الصحراء هل من العقل و المنطق تقول و الله هذا الدرهم بالنسبة للصحراء نسبة و تناسب ما يمكن ما يمكن لعاقل يقول السماوات السبع و الأراضين السبع بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الجبار مثل الحلقة هذه الدرهم اللي رميتها في صحراء شاسعة و صدق الله و ما قدر الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة و السماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون يقول جل و على يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب و لذلك يا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنها الصفة إلى كنها الصفة فالله عز وجل ما عنده ليل و نهار ما عنده و الله هذا بالنسبة لنا نحن النبي عليه الصلاة و لما قال ثلث الليل بالنسبة لنا نحن ليس بالنسبة لله عز وجل بارك الله فيك يا أبا سيف و أشكرك على السؤال لأنني أنا أجزم بأن كثير من الناس قد ينقدع في ذهنه مثل هذا التساؤل بارك الله فيك موسيقى